موسيقى 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 من بين النتائج البحثية على الكساء النباتي بالوعرة وتأثرها بالجفاف أعطتنا نتائج أن العشائر جل العشائر التي بها الغزدير أو الشعال أو غيرها ستندثر من هنا إلى حتى 2050 أو 2100 لكن المستقبل سيكون أكثر العشائر الباقل والسبط التي تعتبر مقاومة للجفاف وكتشوفوا هناك شجرة الباقل هذه رغم الرعي الجائر ورغم الجفاف إلا وتلاحظوا هناك ما تشوفوا أن النباتات الكاعدة ثم معناها تطور في المنبوت أما نبات الصبط فتأثر كثيرا بالرعي وبالسنوات الجفاف التي هي هذه العشائر تمثل على الأقل 80% من المساحة الرعوية في منطقة الوعرة نجد كثير من النباتات الأخرى التي هي ذات استساغة طيبة وممتازة خاصة كما العذم أو الاستيباء لغاسكي أو الشعال هليونتيموم كاهريكومة وعديد النباتات الأخرى التي كانت تكون غير موجودة واندثرت تماما من مراتق الرعوية بالوعرة